دماغ الإنسان دي حاجة غريبة جدا إحنا بنفتكر حاجات نفسنا ننساها وبننسى حاجات المفروض ما تتنسيش كل سنة ومع أول نسمات الصيف دايماً بفتكر سنين من حياتي مش هتحك عليكم نفسناً شوية منها بس للأسف هم محفورين في دماغي نفسي مثلاً أنسى القلق والخوف والتوتر إحساسي بأن مستقبلي مش مضمون نفسناً سينتحان الكيميا أنسى التوتر اللي خلاني ساعتها أنسى كل حاجة لو رجعت بالزمن كنت أكيد هنصح نفسي أن الحياة مش مستهلة وأن السنوية العامة مش هي مخيص نجاحك أو فشلك كنت هقول لنفسي وأنا مأهورة على المجموع اللي مطلعش زي ما أنا عايزة ما تقلقش ربنا شهيد نصيبك وطريقك هو اللي محدده لما بفتكر السنوية العامة بفتكر بابايا وهو واقف على باب اللجنة مستنيني خلص كان بيفضل واقف يقرأ قرآن ومستنيني بالشوكولاتة بعد الامتحال هو طقس كان موجود لمدة سنتين حتى لو ما كنتش حلية كويس كان دايما الشوكولاتة في انتظاري وبابا كمان في انتظاري كنا بنفرح أو بنزعل سوا وفي النهاية كان يقول لي ما تخفيش أنا فخور بيكي مش بابايا بس اللي كان بيقف يستنى على باب المدرسة ويسيب شغله عشان القلق اهل كتير كانوا موجودين بيحاول يدعم ولدهم وبيكونوا موجودين في لحظات اللي هم شايفينها هي اكتر لحظات توطر بالنسبة لولدهم خاصة اول ايام الامتحانات امتحانات السنوية العامة كانوا الاهل بيبقوا موجودين عشان يدعم ولدهم بيحاولوا يقفوا ويقولوا لهم ان دي لحظة وهتعدي واحنا موجودين بره عشان نطمنكم ومش فاهمين صراحة نظرية وجودهم بره بيطمن الطلبة جوه وهم بيمتحنوا ازاي لكن ده كان تقصي موجود وكان دايما بيكون موجود كل سنة لكن السنة دي السنة دي مختلفة كلنا خايفين